اهلا بحضراتكم من جديد بعد انتخابات تنس الطاولة تقدم كل من الكابتن وليد عبد العال والسيد هشام أبو حشيش لشكوى للجنة اللومبية المصرية اتهموا فيها عضوين في الاتحاد كسبوا الحقيقة يعني داخلوا الاتحاد كسبوا في الانتخابات لأن وليد عبد العال وهشام أبو حشيش كانوا مرشحين ولم يحلفهم التوفيق فرحوا اشتكوا اتنين من اللي دخلوا مجلس إدارة ونجحوا أن هم مقدمين ورق مزور مشان اللي بقول اللي بيقول الخبر لبيان اللجنة اللومبية المصرية اللجنة اللومبية المصرية حققت معهم والتحققات طلعت انه فيه امور مش مصبوطة فهقرى لحضراتكم البيان اللي قالتوا اللجنة اللومبية في خصوص هذه الواقع يمكن بيان عنيف جدا وبيان الحقيقة يعني احنا مش واخدين على كده لما بيكون فيه مشكلة زي ما قلتوا حدوك يا قضاء الإداري يا مركز السلسطة حكيم الرياضي إنما اللجنة اللومبية تدلو بدلوها مرة واحدة كده وتخش يعني دخول مفاجئ زي ما بيقوله لا يبقى هي شافت حاجة يعني جامدة الخطاب طلع من اللجنة اللومبية المصرية موقع من الأمين العام لللجنة اللومبية المصرية المهندس شيف عريان إيه اللي الخطاب بيقول إيه السيد الأستاذ معتز عشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطولة بالإشارة للتحقيقات التي أجريت مع السيد عصام أحمد محمود زيدان والسيد رمضان محمد عبدالله أعضاء مجلس الإدارة للاتحاد بشأن الشكوى المقدمة من السيد وليد عبد العال والسيد هشام أبو حشيش لتدررهم من تقديمهما أوراق مزورة لخوض انتخابات العضوية للاتحاد المصري لتنس الطولة يعني هو بيقول يا جماعة بالإشارة للشكوى اللي اتقدم بيها كابتن وليد عبد العال والكابتن هشام أبو حشيش فيه الاتنين الاتنين اللي هم عصام أحمد محمود والسيد رمضان محمد عبدالله أدموا فيها شكوى بصوا بقى أحيطوا سياداتكم علما بأنه بجلسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية المنعقدة برقم واحد أول جلسة للجنة الأولمبية المصرية المعقدة برقم واحد بتاريخ 19.5 الكلام ده من أيام 19.5.2020 قرر مجلس الإدارة تأييد قرار السيد المستشار رئيس لجنة التحقيق الذي نص على القاتل خدوا بقى القرارات القوية واحد إبلاغ النيابة العامة بالوقاعة الجنائية التي أفصحت عنها التحقيقات ضد كل من عصام أحمد محمود زيدان ورمضان محمد عبدالله عبدالغاني التي وقعت بالمخالفة لنصوص المواد 40 وكذا كذا طيب إقاف وتجميد كل من عصام أحمد محمود زيدان وممارسة النشاط الرياضي مؤقتا لحين الفصل نهائيا في الدعوة الجنائية المنوحة عنها في البند أولا عرض الموضوع على مجلس إدارة لجنة المصرية والاتحاد المصري للتنس الطاولة لاتخاذ ما يلزم قانونا حيال المشكو في حقهما على أثر ثبوت عدم توفر الشروط اللازمة للترشح في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس الطاولة التي أقيمت يناير 2022 بالإضافة إلا ما تضمنتهم المذكرة من توصيات أخرى برجاء التقرم بالعلم والاتخاذ اللازمة وتفضلوا بقبول وفر الاحترام الأمين العام لجنة المصرية المنوحة نشرف عليها نحن عندنا نشتعليق على الكلام ده أنا أقرأ لحضراتكم بيان اللجنة المصرية وده نزل في مواقع كتير يمكن يعني بنسرد نحن لسنا طرف ولسنا نقول واقع حصلت ولكن قرار طلع من لجنة المصرية بنقوله لحضراتكم وطبع يتنشر على كثير من المواقع منها طبعا يعني مواقع كثيرة زي دار الهلال وأخرى وكده يعني لأس دول حضراتكم أنه ده كان قرار من اللجنة اللومبية المصرية وطبعا أكيد فيه قرار يعني بتبقى في العادي في العادي لما بيكون فيه مشكلة في الانتخابات أو أحد الأطراف شايف أنه ظلم أو فيه إجراءات كانت معاكسة ضده عنده طرقية يا مركز تسويات تحكيم الرياضية القضاء الإداري